نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية وهي أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالا للأطفال بمركز دمنهور بالبحيرة تضمن الاحتفال وتكريم الطلاب المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة بجانب توزيع الملابس وكراتين المواد الغذائية على الأطفال الأيتام من أبناء الأسر الأولى بالرعاية كارنفال للأطفال وتقديم هدايا وشهادات تقدير للأوائل والمتفوقين من الأطفال والأيتام والأسر الأكثر احتياجا فعليات أقامتها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي داخل مدرسة بنهلال الابتدائية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة وذلك في إطار الدور المجتمعية الذي يقوم به التحالف لتحفيز الطلاب على استمرار تفوقهم ودعمهم المبادرة ستجوب كل الجمهورية بإذن الله مواظن المحافظات بنجي نفرح الأولاد عن اللون كارنفال عن اللون كمان تكريم شهادات تأدير ملابس وهدايا حافظ قوي للتلميس كمان لو التلميس لما بيلاقي دافع وراه طبعا بيكون نشاطه بيزيد واتهده بيزيد لا شك أن الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال تعد نتاج مجهود وأهداف نجح التحالف في تحقيقها وهو ما ظهر من خلال كلمات هؤلاء الأطفال وحرصهم على توجيه الشكر للقائمين على هذه المجهودات فعاليات تقام دائما من قبل التحالف يهدف بها إلى الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجا معنويا واختصاديا من أجل حياة كريمة لكل محتاجة في ربوع مصر كافة حاجة جميلة جدا بتعملها التحالف الوطني ومؤسسة نبيل الكاتب خاصة بنتي الحمد لله أخذت شهادة تأدير وأخذت الهدية وأنا بشكره واليوم كان جميل النهاردة ومشاء الله كل حاجة جميلة تحصل الغيرة بين الطلبة وبعضها لتكريم الطلبة النهاردة الطالب اللي هو يضعف شوية عاوز يشتهد بنشكر التحالف الوطني للعمل للأهل التنموي على اليوم الجميل دوت وبنشكر مؤسسة نبيل الكاتب على الهدايا الحلوة اللي جابولها لشهادة التأديل للأولاد وفرحوهم ومحفزوهم إنهم يتشطروا أكتر وأكتر يعني وبجانب هذه الأجواء تم توزيع ما يقرب 150 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا وما يقرب من 150 قطعة ملابس في مشهد يعكس اهتمام مؤسسات التحالف وحرصه على دعم الفئات الأولى بالرعاية كافة